موسيقى ثورات ومعلم الشعوب وملهمها لا شك في ذلك أنجز ثورتين سابقتين ضد الظلم والتسلط وحكم الفرد ويعمل الآن لإكمال ثورة سودانية ثالثة نقلب اليوم دفاتر الثورة السودانية أحداثها، أبطالها، منعطفاتها، إشراقاتها وكذلك خيباتها ننظر لكل ذلك بعيون التعلم من التجربة والاحتفاء بها وكذلك بالنقد البناء وإن لم يخلو من قسوة أهلاً ومرحباً بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من شارع القيادة ولا تخترنا لها عنواناً ثورة ديسمبر بعيون ثورتين نحييكم وكما نحيي كل المشاهدين الذين يتابعون على الهواء مباشرة والذين يتابعون عبر خدمة البث الحي على منصات التواصل الاجتماعي هذه تحياتي وتحيات فريق العام المقرونة بتحيات زميلة عفاف سره في لغة الإشارة نرحب بكم جميعاً كما نرحب بضيوفنا الكرام لهذا اليوم الأستاذ إبراهيم الشيخ القيادي بحزب المؤتمر السوداني ورئيس السابق للحزب أستاذ إبراهيم مرحباً بك سلام عليكم سلام عليكم أحمن وسلام عليكم أخليك 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 ومرحباً بكم مشاهدينا الكرام لهذه الحلقة لكل الذين يشاهدون ويتابعون الهواء مباشرة ولكل الذين يتابعون أيضاً عبر خدمة البث الحي على منصات التواصل الاجتماعي تحديداً عبر منصات فيسبوك أهلاً ومرحباً بكم نرحب أيضاً بضيوفنا الكرام داخل الأستوديو الأستاذ إبراهيم الشيخ القيادي بحزب المؤتمر السوداني ورئيس السابق أستاذ إبراهيم مرحباً بك مرحباً الله يسلمك شكراً جزيلاً أهلاً وسهلاً نرحب أيضاً بالأستاذ الجميل الفاضل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي مرحباً مرحباً بكم أهلاً وسهلاً ونحن في انتظار انضمان بقية الضيوف من مشاءة الله لهذه الحلقة من شارع القيادة ولكن قبل أن نبدأ الحوار معي ضيوفنا الكرام داخل الأستوديو دعونا نذهب ونشاهد هذا التقرير الاستهلالي للسودانيين تاريخ ثالث في الثورة على المستبدين والطغى حدث ذلك في كل حقابهم التاريخية تقريباً حد أن شاعرهم الكبير محمد المكي إبراهيم قد خرج للناس بعد ثورة إكتوبر المجيدة ينشدهم كان إكتوبر في أمتنا منذ الأزل ولذا لغروة إنه ومن قبل أن يتسامع الناس مصطلح الربيع العربي بعقود بهر السودانيون في تاريخهم الحديث فقت العالم كل العالم بثورتين قوامهما السلمية فأنهت أولهما حقبة الجنرال عبود في إكتوبر 1964 وعطاحت الثانية بالديكتاتور جعفر النميري في رجب أبريل 1985 لاحقاً منذ ذات الجديلة انصدرت ثورة ديسمبر المجيدة التي وضعت حداً لثلاثين عاماً عجاف من حكم البشير مخبرة الكافة بأن الثورة ما هي إلا سلاح مجرب وفتاك يجري في أحمد السودانيين النووية وهل بربكم تعرفون السلاحاً نووياً أشد فتكاً من شعب يتنفس الثورة؟ وبلا ذرة شك تتقاطع ثورات السودان الثلاث في كثير من نقاط الطلاق حتى لتقول إنه نور يخرج من مشكات واحدة ثم تلتقط تميزات كبيرة حتى لتظن أن كل واحدة تمتاز بالفرادة وهي نسيج وحدها لذا دعونا ننظر لثورة ديسمبر المجيدة التي نعايشها اليوم بمنظور إكتوبري وإبريلي لنعزز المكتسبات ونتجنب الإخفاقات ونستخلص العبر والدروس ثم لا ننسى هتاف ثوار شارع القيادة الشهير لسنا ربيعاً لا نريد سوى الحديقة ثورة ديسمبر بعيون ثورتين ورحب بكم مشاهدينا كرام في هذه الحلقة من شارع القيادة مرحب ضيوفنا الكرام أبدأ معك أستاذ إبراهيم الشيخ القيادي بحزب المؤتمر السوداني ورئيس السابق أستاذ إبراهيم هل من قاسم مشترك يربط الثورات الثلاث التي مارسها السودانيين ثورة أكتوبر 64 أبريل 85 ومؤخراً ثورة ديسمبر 2018 ما هو القاسم المشترك؟ نفتكر القاسم المشترك بين الثلاثة ثورات كلها التطلع للحرية والسلام بين القضيتين المحوريات ومناهضة الأنظمة العسكرية ده برضو قاسم آخر يعني الثلاثة ثورات كلها جامت ضد أنظمة عسكرية كانت مستبجة جداً سلبت الناس للحقوق وأشعلت الحروب يعني ما استطاعت أن تضع حد للحرب ولا تحقق السلام دي مثلاً مهمة خالص في الثلاثة ثم الثلاثة ثورات كلها برضو نزعت نحو السلمية عبر أداة السلمية والشارع والهتاف والإضراب والاعتصام والتظاهر استطاعت أن تسقط هذه الأنظمة العسكرية السلاس بصدور عارية بالهتاف بالإصرار بالعزيمة تحت الشباب في كل الثورات والعاملة برضو المهمة خالص في مساعدة كلها برضو يعني في عامل مهم جداً هو برضو اللعب الدور الأساسي في مناهضة العسكر وحقق النصر النهاي للثورة اللي هو تجمعات المهنيين والتجمعات النغابية في أكتوبر 64 كانت جبهة الهيئات في أبريل 85 كانت التجمع النغابي والآن برضو في ديسمبر 2019 برضو كان لتجمع المهنيين برضو يعني الإسهام الأكبر في الإطاحة بالنظام البشير وكذا بالتالي لكلها قواسي مشتركة يعني أنت بتشوف أنه يعني وكأنه تاريخ السودان يعني يستعيد نفسه واللي يتكرر على ذات النهج وعلى ذات النمط كذا دائرة ما عرفت بالدائرة الشرية هذه أنظمة عسكرية تفسد وتستبد وتضغى تسلب الناس حريات ينهض الناس في مصارعات الزمن مع العلم يعني يعني برضو في ملاحظة مهمة جدا السنين بتاعة الحكم لأي مجموعة عسكرية المجموعة التي تعاقبت على حكم السودان قاعد يتضاعف حنلقى عبوت حكم 8 سنة جاني ميري حكم 16 سنة جاء البشير حكم 30 سنة تحسنه فيه كل مرة المدة بتاعة الحكم العسكري قاعد تتطاول لماذا؟ قاعد تتطاول أنا أفكر أنه العامل الأساسي برضو كل الأنظمة العسكرية التي تعاقبت على حكم السودان يعني عملت ليلا ونهارا على إضعاف الأحزاب وتمزيغها وتشتيتها وحرمتها من الاتصال بالجماهير بتاعتها بالتالي برضو تبعط الصفوف بين الأحزاب والجماهير وده السوب الأساس ما أنت دون الاتصال للجماهير إذا تكفي لك أنت ما تقدر براك عن التصارب في النهاية برضو أي حزب هو مجموعة من الناس المحدودين لكن القلب الكبير هم المجموعات المنظمة اللي قاعد برضوها في النهاية تلتزم بال ما تعليه الأحزاب أو تجمعات المهنين المختلفة جميل أنتقل إليك أستاذ الجميل الفاضل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي ونرحب بك أيضا في هذه الحلقة مشاريع القيادة ذات السؤال ما هي عوامل الالتقاء المباشرة بين ثورات السودانيين الثلاثة في الواقع أن الإنسان السوداني بطبعه يعني في تكوينه في جزوره منذ الأزل أيضا الأنشودة التي تقول يعني تتحدث عن المورسات والهندسة الوراسية للإنسان السوداني الحالة السورية حالة مسكن بها الإنسان السوداني بطبعه في تكوينه تتجلى من حقبة إلى أخرى ومن فترة إلى أخرى ويصبح العوامل الموضوعية هي التي تفجر السورات في القالب الصحيح أن الحكم ظل تظل الهبات والثورات والانتفاضات هي ضد حكومات عسكرية في السمت العسكري البادي لكن القوة السياسية أيضا لها تورط كبير جدا والساسة لهم تورط في صناعة واختراع هذه الأنظمة وعندما تسهف هذه الأنظمة إلى قير السبيل الذي تقونه من أن تكون الجيوش أو القادة العسكريين أدوات لحسم الصراعات السياسية وبالاستعانة والتوسل إلى ذلك عبر المؤسسة العسكرية ويسقط في يد الأساسة يذهب إلى اتجاه آخر في محاولة لإيقاظ هذه الشعلة الجينية الموجودة في الإنسان السوداني وبطبيعة الحال تتفجر الهبات والثورات وتأتي مثل هذه الأحوال في تقديري أن هناك روابط وعلاقات قوية جدا من حيث المظهر ما بين ثورة اكتوبر وثورة أبريل وثورة ديسمبر الآن وما تفضل به الأستاذ إبريم الشيخ أيضا في هذا الصدد العوامل المشتركة والقواسم المشتركة المتعلقة بالسلمية كسلاح رئيس للقضاء على الأنظمة العسكرية السلمية والمقاومة السلمية أصلا هي تضع القوى المادية المسلحة خارج معادلة التقيير وبالتالي أنت يعني غالبا الأنظمة العسكرية تهتم بتجيش الجيوش وتجهيز الأسلحة وبناء الترسانات الحربية والعسكرية وتمارس القمع والمنع وهكذا بوسائل شتى عندما ينطلق الشعب إلى التعبير عن نفسه من خلال وسائل سلمية كالتظاهر كالإضراب السياسي كالعصيان المدني هذه الوسائل المتدرجة والمتصاعدة تفضي إلى أن تكون القوى المادية التي استحصدها وبناها النظام العسكري أصلا خارج القوس خارج المعادلة ليس من الطبيعي أن تواجه العزل والمدنيين والذين يواجهونك بصدور عارية وبالهتاف فغض ليست لهم أدوات عنف أن تواجههم بالقوى المادية هذه المعادلة تحيد وجود القوى المادية وهو السلاح الناجع كافة المحاولات التي جرت لمقاومة الأنظمة العسكرية في السودان يعني عندما جاءت الجبهة الوطنية بقوات مذججة إلى داخل السودان العملية لم تحقق النجاح المصلوب بالنسبة في مواجهة نظام الميري في السبعينيات القرن الماضي وهكذا أيضا نشأت في مقاومة الإنقاذ حركات للكفاحة المسلح من جهات شتى في القرب وفي الأقصى الشرق وفي النيل الأزرق وفي جبال النوبة وفي جنوب السودان قبل الانفصال لكن أيضا آلة العسكرية لم تفلح في إسقاط النظم الحكومات العسكرية تصبح الكلمة السحرية هي السلمية التي التقط الشعب السوداني وكانت هي مطلع الهتافات سلمية سلمية ضد الحرامية هذا الهتاف مثل يعني السر في نجاح السورة وأعتقد أن السورة السودانيون لم يفلتوا هذا السلاح القوي والناجع والمجرب على مدى ثلاثة تجارب سودانية ففي تصوري أن الثورات في السودان ذات جزر واحد وأنا أعتقد أن الإنسان السوداني خصائص الشخصية السودانية أيضا القصة لا عمق طويل جدا ممكن الناس رجعوا لي سبع ألف سنة السودانيون بطبعهم في تكوينهم لا يرتضوا القهر لا يرتضون الإزعان لأي جبار أو طاقية أو هكذا وأيضا حتى دخول الإسلام في صدر الإسلام إلى السودان السودانين عرفوا بمصطلح رمات الحذق في يوم من الأيام السودان لم يفتح بالسيف يعني حتى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفلحوا في أن يفتحوا هذه الديار كما فتحوا ديارا أخرى بالقوة المادية أيضا أنا أعتقد أنه يعني أبناء السودان ظلت هذه الخصائص موجودة في التركيبة الجينية للإنسان السوداني يتورسها جيل بعد جيل في الواقع أن الثورة هذه ثورة ديسمبر أنا أعتقد أنها هي الثورة التقعيبية هي الثورة المرفوعة للأس القوة 3 يعني هذه الثورة استحصدت تجارب كثيرة جدا وأعتقد أن التمسك الآن والتمترس في ساحة الاعتصام وميدان الاعتصام إلى هذا اليوم نحن تقريبا نقارب نصف عام منذ أن بدأت هذه الثورة هذا الملمح ضروري جدا لأنه استصحب في تقديري كل التجارب السابقة وأسباب الخيبات التي أدد إلى أن الثورات يعني على صعيد العاطفة يلتغي الناس لكن لا يوجد فكر يمكن أن يقود حالة التحول الكامل الثورة لا تحدث ما لم يتحقق على الأرض انقلاب جزري في حياة الناس تفكيك للحالة التي أنتجت ما أسماه الأستاذ إبريام الشيخ بالحلقة الجهنمية المصطلح دا معروف أنه نحن عندنا دورات في التاريخ تقوم هبة شعبية تطيح بنظام عسكري تأتي ديمقراطية هذه الديمقراطية تؤت قبل أن تكمل دورتها الانتخابية نعود إلى مربع الانقلابات العسكرية من جديد هذه الحلقة الجهنمية في تقديري أن هذا الجيل من السودان بما يفعل الآن ربما ربما يخرجنا من هذه الدورة الشريرة ويكسر طوق هذه الحالة التي هناك عود على بدء في كل مرة التمسك بهذا الميدان التمسك بآليات المقاومة السلمية استحداث وتنويع هذه الآليات الآن ندخل نستخدم إمتلاح الإضراب العام والإضراب السياسي يعني يمكن تكون 37 سنة الناس ما استخدموا هذه الأداء ظلت في المستودعات الآن يتم استدعاء الإضراب السياسي لـ 48 ساعة في طور تمرين تجريبي لهذه الأداء يمكن أن يتطور هذا الأمر إلى إصيام مدني شامل يحقق الشل الكامل لحركة الحياة ويجعل السلطة بيد المجلس العسكري أو العسكريين هي زيفة سلطة هي ليس السلطة حقيقية لأنك لا تستطيع أن تمارس السلطة بلا أدوات وعندما أنا أسلب بك هذه الأدوات تصبح بلا سلطة حقيقة تصبح عاجز يسقط في يدك تماما لا تستطيع أن تفعل شيء هذه هي أدوات الشعوب هذه هي أدوات المغاومة السلمية وأعتقد أن الشعب السلطاني قادر على ذلك جميل لنبقى في ذات الدائرة التي أسميتموها بالدائرة الجهنمية أستاذ إبراهيم لنحل الأسابق قليلا هناك ما يشبه حالة النستالجيا والحنين إلى الماضي عدد كبير من السودانيين لشخصيات مثل عبود لشخصيات مثل النوميري يذكرونها بشيء من التمجيد وبشيء من الحنين لهذه الشخصيات هل كان الفريق عبود والمشير النوميري في نفس خانة البشير أم أنهم كانوا جميعا طغاطا وأجرموا في حق الشعب الصحيح أن السودانين كل مجاعة ومضى حنوا إلى العهد السابق من واقع التجربة الجديدة وبؤسها وعجزة أن تحقق أشواق وحلام الناس وبالتالي أن الناس كل في كل منعطف وفي كل تحول حاد داعدين يرجع إلى وراء يشوفوا أنه الشيء التحقق دا ما استطاع أنه استوعب طموحاته وأمالهم الكبيرة اللي عقدوها مثلا في سورة ابتوبر مثلا كان في حرب الجنوب وكان في قضية الفريات والدوموراطية كانت قضايا أساسية لما السورة دا نفسها قامت بسبب الندوة عن الحرب في جامعة الخرطوم معلوم الكلام دا كان الكلام عن إصلاح الدستوري والحرب الجنوب ومن الأحداث والطورات حصلت السورة وحصل التغيير وجاد حكومة يفترض تكون معبر عن أمال الشعب العريضة في تحقيق السلام وفي الإصلاح الدستوري المنشود اللي يحدد محددات محددة الناس قاعدين يطلعوا على برضو في الدستور حسم الهوية مدنية الدولة نفسها لكن الصراع بدل ما ينحي نحو الدولة المدنية والتحول الدموغراطي الحقيقي ويحقق السلام بيقى الصراع حول الدولة الدينية وكده والناس بنتكلم عن الدستور الإسلامي دستور 68 وبعد الصراع في البرلمان حول الدستور يكون إسلامي ولماء إسلامي إلى أن وقع الانقلاب بتاع 69 ودخلنا برضو الانقلاب بردو بأمال عريضة وبالبيانة الأول والوعود الكبيرة جدا والمرة دي الوجوه التي قدمت المجهد كانت من اليسار لأول مرة ووعدت بحل القضية بتاعت الحرب وأفلحت أفلحت يعني استطاعت أن تضع حد للحريب و مضى الصراع برضو داخل النظام بتاع الميري والصراع داخل المجموعات التي نهضت بالانقلاب بابتداء وتم إخصى مجموعات وانتصرت مجموعة على مجموعة أخرى والمزابع والدماء والتحول بعد ذلك الكبير من أخصى اليسار لأخصى اليمين في المسار بتاع النميري وسياسات كلها ثم برضو الفساد والقمع والقاع ثم تجدد الحرب مرة أخرى شوف أكتوبر كانت من أجل وقف الحرب جاء النميري قال داري وقف الحرب وعمل اتفاقية السلام واستطاعت أن توقف الحرب وعم السلام الجنوب والشمال والناس غنت وفرحت ورقصت واتهجت بما تحقق ولكن ذات الرجل اللي حقق السلام ينقلب على الاتفاقية بتاعت الجنوب الأبرم مع الحركات المسلحة وجاء نفسه برضو فرض سبتمبر الشائحة جدا المسمى إسلامية وهي ما عندها علاقة بالإسلام لا من غريب ولا من بعيد وده برضو كان برضو غفزة في الظلام كبيرة جدا المهم يعني أنا دار أرجع لك الحركة بتاعت النصر الجديد يعني ليه ليه الناس دائما الحل الماضي وترجع لرموز القديمة لأنه من الخيبات الكبيرة اللي قاعدة تسود في المشهد السياسي على طول الوقت برضو جل الإسلاميين عملوا الإنقلاب بتاع البشير في 89 برضو بأحلام كبيرة وبأمال كثيرة وعود كثيرة جدا للشعب السوداني ولكن كلها برضو تبخرت في الهوى عشان كده برضو الناس تاني برضها رجع التحين للبشير وتحل عبوت وتحل المعجوب وتحل للأسر وتحل الرموز القديمة كلها وكأنه الناس ما عندها استثمار في المستقبل وما عندها قدرة إنها يعني تمشي للمستقبل بخطة سابتة وراسقة وبرؤية ومشروع وطني واضح كده يعني حجم التخبط القاعد يتسيد المشهد السياسي كله والأداء العام للدولة السودانية هو اللي قاعد يرجع الناس دائما خليها تتحسر على ما ماضه أنا أفتكر إنه ده ما غدر أهل السودانية ده ما غدر الناس إنك والله كل مرة نبعد نفكي على ماضه أنا أفتكر إنه الآن هذه الثورة هو تدفع الشباب الكبير بإنها تحولت إلى الثغافة دخلت كل البيوت السودانية حجم يعني القاعدة المشاركة في الثورة ذاتها المرة هذه مختلفة من كل المشاركات اللي سابعة في الثورة في أكتوبر 64 تقدر تقول كانت ثورة بتاع الطلاب دخل معهم النغابات في وقت محدد ثم جات الأحزاب لاحقا ثم حصلت الثورة والتغيير وغادت جبهة الهيئات النفس البلد لفترة محدودة ثم جات الأحزاب برضو وغادت بعد الانتخابات مباشرة وحتى في أثناء الفترة الأولى ذاتها الانتخالية حصل برضو نزاع وصراع مع جبهة الهيئات جات الأحزاب خشت ثم الانتخابات والمشكلة الأساسية الأحزاب أي هي ما قد خلينا نثبت حاجة أساسية ما قد تلقى فرصة كاملة في الحكم دائما فيه عسكر مغامرين سواء كان بإعاز من أحزاب عقايدية أو غير عقايدية قاعدين يعتلوا السلطة وينقلبوا على النظام الدموغراطي والأحزاب نفسها فيه مماحكات وصراعات الداخلية وصراعات الجانبية وإتلافات المناطية تماما برضها ما قاعد تقدم مشروع وطني لقادرة تخدم الاقتصاد لقادرة تحقق السلام لقادرة تحقق سودان كله بيقوم بنحصر في الخرطوم الأطراف بتكون مهمشة بتشتعل الحرب بتهدد النظام الدموغراطي بفتح الباب واسع للمغامرين لأنه بتحصل إشكالات اقتصادية كبيرة جدا الأسعار بترتفع المواطن بعاني بالتالي المغامرين العسكر بلقاء ثاني حطيب جدا إنه يجو خاشين من الشباك يقول لك والله نحنا دائرين نحقق الكرر كل العسكر اللي تعاقبوا على حكم السودان ثم تنتهي بحصاب صفر يعني أو خراب شامل يعني بابك شايف التجربة الأخيرة كانت إشكالات أعمق وأكبر لأن الدولة تحولت إلى دولة عقايدية إلى دولة بتاع التمكين سورة ديسمبر لا الحكم بتاع البشير نفسه الطريقة بتاع الحكم الطريقة لدى ربيع الإسلاميين الدولة حول لضيعة لضيعة تقدر تقول ضيعة في مجموعة معينة بسبب سياسة التمكين الهيمنة الشاملة الاحتكار الثروة والسلطة إخصى الآخرين وتهميشهم الحروبات الاشتعلت في الأطراف المختلفة انجسام الجنوب بعد الاتفاق التعامل السلام الشامل اللي ناس عقدت عليها آمال عريضة جدا ثم برضها تبخرت في الهواء وانتهت بانفصال جنوب السودان والوطن التمزق وتضاءلت المساحة بتاعته وذهبت غالب الموارد بتاعته والناس عانت بسبب فقدان الموارد وفقدان الجنوب والفساد والاستبداد والأزمة الاقتصادية كل العوامل هذه تضافرت عشان ما تدفع الناس دفع للثورة ويبقى خيار الناس هو السورة والتغيير الشامل بحثا عن الحرية والسلام والعدالة زي ما جسدوا الشعار بتاع حرية السلام وعدالة والثورة خيار الشعار جميل بعد هذا الفاصل مشاهدين الكرام نناقش معي ضيوفنا الكرام داخل الستوديو هل كان التوقل للحرية هو محرك أساسي لثورة السودانيين أو لثورات السودانيين قبل الفاصل نستمع إلى جزء من الأغاني والأناشيدة التي كان يرددها السودانيون ولا زالوا في إشعال حماس الملايين للدفع بقوى الثورة للأمان بسمك الأخضر يا أبتوبر الأرض تغني بسمك الأخضر يا أبتوبر الأرض تغني الفقود كمحاً ووعداً وزمني الققول اشتعلت ضمحاً ووعداً وزمني وكنود فتحت في بعفه الأرض تنادي بسمك الشعب البصر عائق السن كسر بسمك الشعب البصر عائق السن كسر والطيود سترت جذلة عرش بالأيام 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 موسيقى 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 أهلاً بكم مشاهدين الكرام من جديد لازمتم تتابعون شارع القيادة نرحب بضيفنا الثائثة الذي انضم إلينا الآن عزيزاً ومشكوراً الأستاذ محمد المهدي حسن القيادي الشاب بحزب الأمة أستاذ محمد مرحباً بك عمضان كريم شكراً جزيلاً أن تصموا ضفتها أخير وليه خلصت خلاصة في آخرة كل سنة متطيب نعم متطيب نعم أنتقل إلى أستاذ الجميل أستاذ الجميل قبل أن نتحول إلى المحور الثاني ما هو رأيك في ما ذكره أستاذ إبراهيم قبل الفاصل في مسألة الحنين والعودة لأنظمة ديكتاتورية أذاقت الشعب السوداني الأمرين ها نحن الآن نتحدث بذات الحنين إلى الماضي وليس بالضرورة حنين إلى الماضي بالكامل يعني المقاربة والقياس يأتي عندما تنظر إلى سيء وأسوأ يعني في تقديري صحيح أن الناس تحدثوا عن الفريق إبراهيم عبود وجرت متافات في وقت من الأوقات في الأسواق عندما كان يتبضع ويقولون أنهم قالوا له ضيعناك وضعنا ورعناك لكن ليس بالضرورة هذا المعنى بالضبط هو حنين إلى الشمولية العسكرية الأنظمة العسكرية إلى أن الشعب السوداني يرقب في هذا النوع أو النمط من الحكومات بالنسبة لجعفر نميري حتى يعني عودة الأخيرة للسودان بعد أن قضى فترة في المنفه في القاهرة وعاد إلى السودان يعني لا يرى الناس بالمقارنة مع تجربة البشير أنني ميري أفضل حالا كثير من المواد التي تنشر في السوشال ميديا تجد أن الناس يتحدثون في مقارنة ما بين عمر البشير كشخصية عسكرية وتتمتع ببعض الميزات الخاصة الشخصية ونزوع بدرجة أعلى إلى الوطنية تحدث هذه المقارنة بينه وبين عمر البشير كل هذه المقارنة تأتي في قير صالح عمر البشير لكن هذا يعني أننا تدرجنا في الحقيقة لو تابعنا خيط الدكتاتوريات في التجربة السودانية من حكام عسكريين من سيء إلى أسوأ إلى أن وصلنا الزروة في تجربة عمر البشير تجربة عمر البشير هي الأسوأ على الإطلاق في تجربة الحكم العسكري في السودان وفي الواقع أن عمر البشير يعني في تقديري حتى المؤسسة العسكرية هي التي تأذت أكثر حتى من القطاعات المدنية والخدمة المدنية وما إلى ذلك أنا أعتقد أن عمر البشير انقلب أول من قلب على المؤسسة العسكرية نفسها لأنه قام أسلم إلى حزب واحد وسعى لتنفيذ برنامج الحزب في تفكيك هذه المؤسسة الجيش وإضعاف وخلق أجهزة موازية تقوم بالأدوار التي يفترض أن تقوم بها المؤسسة العسكرية القومية وبالتالي أنا أعتقد أن نرتكب خيانة عظم حتى في حق المؤسسة التي خرج منها يعني أول ما اعتدى عليه هو اعتدى على الرحمة الذي خرج منه رحمة الجيش ويعني في تقدير لا أحد يستطيع أن يتصور أن الحال الذي بلغته هذه المؤسسة من بؤس وتهميش واستهان بقدرها ومكانتها وهكذا وقد أنتجت هذه الحالة الشائهة الآن صورة الجيش الماثلة أمامنا بكثير من تعقيدات وجودة في المشهد التي زادت المشهد تعقيد على تعقيد الآن يعني لم يعود الجيش جيش كما ينبقي وأيضا يعني صحيح أن هناك مواقف لبعض الرتبة السقيرة في الجيش لبعض ضباط الصف والجنود الذين مارسوا فعلا مباشرا في تخطي التعليمات العسكرية والتسلسل والتراتب الذي يفترض أن ينظم السلسلة العسكرية وقاموا بمبادرات فردية في الانحياز إلى السوار وبحماية السوار وبعضهم صغط شهيدا في دور الحماية لكن هذه المؤسسة يعني كل ما تسهب إلى أعلى الهرم ستجد كثير من المشكلات والتعقيدات وأنا أعتقد أن النظام الأخوان المسلمين في السودان صنع هذا الأمر عن عمد يعني أعتقد أن هذا التشويه ممنهج وليس تشويه في المؤسسة العسكرية فقط وتشويه الخدمة المدنية وتشويه للنظام التعليمي وتشويه للاقتصاد السوداني وتشويه لكل الأوجه أوجهها الحياة أنا أعتقد أن المشروع الإسلاميين في السودان أولا هو مشروع تدميري في المقام الأول وليس مشروع بناء يعني أسقط الآن في يد هذا المشروع الذي صغط عموديا لأنه قام بدور البلدوزر أو الجرافة التي حاولت أن تدمر كل الأبنية التي تقوم عليها الحياة السودانية حاولت أن تمزغ النسيج الاجتماعي السوداني حاولت أن تعبس حتى بالمؤسسات الدينية السودانية وبالطرق الصوفية وبالمكونات التغليدية للمجتمع السوداني وأن تنشئ ثقافة بديلة وفشلت في كل هذا لأنها جاءت في مقدمة الأمر بدعوة أنها جاءت لإعادة صياغة الإنسان السوداني يعني أشعار النازي نفسه استعاره حسن الترابي لكي يعيد صياغة الإنسان السوداني وفق المشروع الحضاري وفي مجتمع مسلم كالمجتمع السوداني يقولون أنهم جاءوا لأسلمة المجتمع السوداني هذه حاجة يعني تجربة تجربة حقيقة لا تستطيع الكلمات أن تصف بها والمؤسسة العسكرية واحدة من المؤسسات التي ابتليت بهذه الحالة أنا أعتقد أن نحن يجب لا نحمل كثيرا على العسكرين العسكرين الذين دخلوا في هذا العهد وتربوا في المؤسسة في هذا العهد تحت هذا المناخ وخرجوا بهذه الكيفية أنت تجد مفارغة كبيرة جدا بين طريقة التفكير ونمط التفكير الذي يتحدثون به كأنهم في واد آخر كأنهم في قربة بعيدة لأنهم ظلوا تحت كهف الإنقاس لا يستطيعون أن يروا الأشياء كما ينبغي أن تراها أنت ولا كما ينبغي أن يراها أي عسكري في أي عهد سابق يعني حتى التحيوزات العسكرية للمدنيين في وقت من الأوقات تمت بشكل مختلف وبنوازع مختلفة الآن هو ابتهال لفرصة بتاعة الثورة محاولة للقفز على السلطة محاولة لترسم سبيل من سبق يقولون في مدمراتهم الصحفية نحن أبناء سوار الذهب هل تجربة سوار الذهب نفسها كانت تجربة جيدة؟ هل سوار الذهب أدى دورا جيدا في حماية سورة أبريل لأجندة سورة أبريل لخدمة هذه الأجندة؟ هل نتاعج تجربة المجلس العسكري لسوار الذهب التي يتباهى بها العسكريون القائمون الآن على أمر المجلس العسكري هل هي التجربة المثالية حقا؟ هناك أسئلة كثيرة فيما يتعلق بالدور العسكري في هذا الأمر أنا أعتقد أنه هم بحاجة الآن إلى أن يعيدوا النظر في كثير من القناعات التي يرون أن المجتمع السوداني ولا يدرون أن هذه التجارب لو درسوها دراسة عميقة لأدركوا أنهم يباعدون بينهم وبين الناس أكثر من أنها تقرب الناس إليهم جميل أنتقل الآن إلى أستاذ محمد المهدي أستاذ محمد المهدي بمستمعته وأريد رأيك بالتأكيد في مستمعته من أستاذ الجميل الفاضل لكن أيضا ما هو الجديد المختلف في ثورة ديسمبر 2018 والمختلف عن ثورة أبريل 85 وثورة أكتوبر 64 كثير جدا مختلف بين الثورة الحالية والثورتين السادقتين كثير جدا في اختلاف من حيث المطالب وفي اختلاف من حيث المشاركين وفي اختلاف من حيث طبيعة النظام الطم يسقاطه أول حيث من حيث المشاركين أول حيث في مشاركة ضخمة وعظيمة وكبيرة جدا للنساء في مشاركة ضخمة وكبيرة وعظيمة للمغتربين في مشاركة لفئات من خارج الوسط الثورات التانية دي قامت في وسط السودان الثورة دي قامت من الأطراف من الشمال ومن الشمال القريب يعني من الجنوب الغربي وقامت من الغرب من دارفور ففي اختلاف نفسه ذاته في بداية الثورة الثورة ذاته زمان كان بتبدأ من الخرطوم وكده هسه بدت من بره الخرطوم نعم يعني وفي اختلاف برضه أنا بتكلم من حيث المشاركين في اختلاف من حيث الحركات الحاملة السلاح مثلا في أبريل الحركة الحاملة السلاح ما شاركت لكن هسه في ديسمبر دي الحركات الحاملة السلاح عضويتها شاركت وكمان هي جبلت بالحل السلمي يعني هي جبلت مباشرة بالحل السلمي ودخلت مع الناس في الوسائل السلمية تحت المقاومة هي طبعاً حركات حملت السلاح دفاعاً عن حقها في الحياة ما أكثر من كده يعني برضو في اختلاف المشاركة من حيث النازحين والمهاجرين واللاجئين دي لكلهم مشاركين وبفعالية بيعتبروا أن الصورة دي حقتهم بيعتبروا أن الصورة دي ملك ليهم يعني في من حيث المشاركة أجسام جديدة تعرف زمان يعني زمان الجماعة دين كانت الأجسام إما سياسية أو نقابية هس فيها أجسام جديدة يسمى لجان الأحياء فيها أجسام جديدة يسمى لجان المقاومة يعني وطبعاً دي كلها بتدعت لمقابلة لمقابلة ما تنشئه ما الحاجات العملات اللي إنقاذ عشان تمنع أي صورة شعبية فيه برضو مشاركة النقابات بالرغم من عدم وجود نقابات برضو مشاركة النقابات كانت فاعلة ومؤشرة بالرغم من أنه إحنا أصلاً في نقابة الموشة والنقابات كلها مستولة عليها ومدينة وتابعة للنظام البايد يعني من حيث المشاركين برضو من حيث المشاركة بكلام كتير من حيث المشاركة الأخ الدمين الفاضل قال معلومة مهمة فعلاً أنا متفج معاه فيها أنه الأنظمة الدكتاتورية كانت بتمشي للأسوأ بينما الأنظمة الدموقراطية كانت بتمشي الأفضل متعارف آخر نظام دموقراطي ده نواب دارفور في البرلمان بيطلعوا مظاهرة عشان ضد الحكومة الرئيس وزراءه هو رئيس حزب الأمة قبل كده النواب في الأحزاب الزيدي كانوا بيتحركوا من حزب لحزب قصة قضايا ما فيها مبدأ ولا فكر ولا كده الديموقراطيات تطورت جداً يعني من الدموقراطية الأولى والثانية والثانية بينما ازدادة الديكتاتوريات شراسة وعفل الشعب السوداني واجه في ديسمبر دي 2018 واجه نظام شديد القسوة وعنيف وعنده أكتر من قوة منظمة ومؤدلج أدلجة شديدة جداً فده بيختلف عن نظام نماري كثير جداً ويختلف عن نظام عبود كثير جداً يعني هما عبود قال للناس وفيش نبرة ماذا يعني أنا بمشي الاخير ده قال فيش نبرة ماذا يعني نكتلوم فيه فريق كبير جداً من حيث طبيعة النظام الواجهة المهمة طبعاً انه فيه فريق كبير جداً من حيث الشعارة الأول والثاني حرية حرية مش كده لو أنا ما غلطان الثالث ده فيه حرية وسلام وعدالة والله كالمتسلام دي مفتاحية مفتاحية لأنه إحنا كان عندنا في كتوبر حرب في الجنوب وفي مايو كان عندنا حرب في الجنوب دخول كالمتسلام في الشعار بتاع الثورة الثورة دي المانديتة الأساسي بتاعها المانديتة الميثاقة الأساسي بتاعها الكلمة على لسان كل حد شارك في الثورة كل مكتوب عندك في المتارس دي حرية سلام وعدالة دي يعني دخول شعارات جديدة الشعارات دي أعمق كلمة سلام دي مفتاحية يعني ووحدة من الحاجات المهمة عدالة لأنه تعرف كل المظالم والحروب نشأت بسبب اللا عدالة في توزيع السروة اللا عدالة في توزيع السلطة في يوم فمن حيث الشعارات برضو في اختلاف يعني أنا أفتكر أنه الثورة دي شعارات أعمق مختلفة حرية وسلام وعدالة جميل طيب أستاذ إبراهيم الشيخ نبدأ بالحرية نحاول أن نفكك معاني هذه الشعارة والمانديت كما اسماه سيد محمد هل كان التوقل للحرية محركا لثورات السودانيين الثلاثة حتما في كل المرات قادرة الحرية قضية مركزية ومحورية والناس عانت من غياب الحرية ومن النظام الأصلا يعني انقلب على الدموغراطية لو جيد تفكك الحريات هي أبواب كثيرة جدا مثلا قياب حرية الصحافة أنا أفتكر شكل مشكلة كبيرة جدا الصحفيين بالتحديد عانوا الصحف عانت كتاب ممكن جدا بيجرد قلم يمنع من الكتابة صحيفة خلاص صادرة من المطبعة يتم الإقافة وتتكبت الصحيفة خصائر فاتحة جدا نعم حرية العمل السياسي اللي هي دي مسألة مهمة جدا ما كانت مكفولة ما كان متحليك تعمل ندوة خارج الدور بتاعتك في الميادين منعت الندوات تماما الاتصال بالجمهور منع تماما الناس كلها تحاصر داخل الدور والدور نفسها ما كانت آمنة يعني حتى الناس لما خلاص تحشرت داخل الدور بتاعتها النظام مرضو ما قبل قاعد يختحم الدور يعتقل الناس من داخل الدور كده يعني حرية العمل السياسي دي ما كانت مكفولة والاتصال الجمايلي ما كان برضو مكفول حرية العمل النغادي معلوم إنه النظام كان هنا مثلا النظام الأخير عمل نغابة المنشأ نغابة المنشأ ده أنا دائما قاعد أقول عليها هي جنوب زي السمك لبن تمرهين دي كده يعني يجي العامل مع الموظف مع الطبيب مع الممرض كلهم ديل يشكلوا نغابة واحدة في المنشأ الوحدي حتة الوحدي وديل مصالحهم متضاربة ومختلفة يعني مصالح الطبيب واهتمامات وقضاياه ما قضايا الممرض وكذا الممرض ما قضايا العامل والفراش وكذا يعني وبالتالي التبايم ده هو قصده به قصده أنه يقرق النغابات ثم يجي زول الصمان ده علاقة بالكلام ده كله ثم النغابات دي كلها يقوموا يجيبوا ليها طبيب بتاع اسنان يبقى هو المسؤول من الكلام ده كله النغابات تعمى الكلام الكثير ده كله بالتالي إن حتة حرية العامل النغابي ما كانت مكفولة حق الإضراب ما كان متحليك حق التظاهر ما كان متحليك حق السفر ما كان متحليك حرية البحث العلمي دي نفسها والضمير ما كانت متحليك حرية الجامعات ما كانت يعني الحرية ما ظلنا كبير جدا والأنظمة دي كلها كلها لو عبود ولا نميري ولا هو قاعد يعني أنظمة دي كلها قاعدة تستلب هذه الحرات الحريات وتصادر وتمنع الناس منها وبالتالي زي ما قلت لك القضية بتاعت الحريات ظلت قضية مركزية في كل السورات يعني غاسم مشترك في أبريل في إكتوبر في ديسمبر 2018 والناس يعني الشعارات الأساسية زي الشعار لسي يعني حقا عاديين نردد بها حرية سلام وعدالة تشايف الحرية والعاجة والحرية تأسي لما تي تشوف قضية الفساد حتلقى إنه عشان الحرية ما في حرية الصحافة ما في لأن الحريات دي زي النور الكاشف مكبوت هنا حتلقى في فساد القبنة التاريخي في المناطق دي كل في المناطق الهامش اللي شالت السلاح بتلقى برضو قيابة الحرية كان عامل أساسي جدا في حملة السلاح لأنه أنها زي ما لقى منابر حرة ما لقى الجهة تستمع لها ما كفى الوحياء الحرية عشان تشتكي مظالمة وغبنها التاريخي وتقول هي عايزة إيه في النهاية هي لأنه ما في جيها بتسمع لك وإنت في قمع وفي استبدات شديد جدا بمنع عنك حقوقك ومو منح أي حاجة أنها الشالة البندقية عشان تقول نحن هنا عشان صوت يرتفي عالي لمطالبه عشان يكون في صدى لمطالبه وكدو بالتالي أنا قاعد أقول إنه الاستعارات والعلاقات يعني العلاقة فيه علاقة جدلية بنلقى أي وحدي قاعد التأثر في الثانية هو الحرية زي ما بتلك عندها علاقة بالفساد عندها علاقة بالاستبداد كده ده يعني مسائل كلها مترابطة ومداخلة مع بعض وأي وحدي جارة التانية معه كده وبالتالي عشان كده القضية بتاعت الحريات يعني مسألة مهمة خالص خالص جميل قبل أن أخرج إلى الفاصل الأستاذ الجميل الفاضل قضية الحريات هي كلمة السر إن اتفقت مع ضيوفي الكرام فيما ذهبوا إلي في ثورات السودانيين الثلاث ولكن هناك من يسأل لماذا تكون الحرية هي كلمة السر لماذا لم ينجز السودانيين هذه القضية في الثورات السابقة بل ازداد الأمر سوء في حكومة الإنقاذ وشاهدنا أسوأ أنواع القمع على الحريات أو على كل شيء يتحرك في السودان الحرية طبعا هي قيمة إنسانية أصلا في المقام الأول ويعني لا يمكن أن تنهض أي مجموعة من المجاميع البشرية دون أن يتوفر مناخ للحرية الحرية أبواب شتى ولها تجليات مختلفة صحيح أن الأستاذ برامي الشيخ عدد أنماط تواضع الناس على أن الحريات يمكن أن تبوب هكذا حرية للعمل النقابي حرية للاعتقاد حرية للعمل السياسي حرية للإعلام حريات هي حزمة حريات الآن العقل البشري وصل إلى أن هذه البسألة ضرورية لكن يعني أنا في تقديري أن نحن كمسلمين أولى بهذا الأمر من غيرنا يعني حتى مسألة الأمن ترتبط ارتباط جزري بقضية الحرية عندما تتجه إلى أن تقمع الناس وتقوّل آلة الأمنية والعسكرية وأدوات البطش والتنكيل بالناس أنت تريد أن يعني صوت الحرية أن يخفط في هذا المجال علما بأن يعني الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وأولئك مهتدون هذا النص القرآني ما بيش أسأله واضح لكن عموما المعنى ارتباط ارتباط أساسي يعني كما حدث لسيدنا عمر بالخطاب والمشهد المعروف عدلت أمنت فنمت المعادلة هي معادلة وحدة يعني الحديث الذي تحدث أشار إليه الأستاذ محمد فيما يتعلق بعمق هذه الثورة العمق المفاهيمي الموجود الذي تعبر عنه الشعارات الآن يعني هي لامست جوهر المشكلات المتعددة يعني ثورات أكتوبر أبريل أي صحيح نحن وقفنا على سطح بعض الأحداث اكتفينا يعني الناس قاموا رجعوا إلى بيوتهم وتركوا الحبلة على القارب وتركوا المجالس العسكرية وتركوا الهيئات التي تكونت إنها تدير الأمر كما تشع هذا الجيل الراكب رأس الآن الذي يصر أن يظل موجود مراقب عيونه مفتوحة يحرص شعاراته يحرص أهدافه يعبر عنها في كل يوم ببيانات أبلغ من كل البيانات التي تصدر من أي جسم من الأجسام الهتاب يتنزل في نفس الساعة في نفس اللحظة في نفس الدقيقة كانت فعل عاجل وسريع ويعبر بمعنى عميق جدا الإشارة التي أشارت إليها يعني أنا أعتقد أن هؤلاء القواصون السمر لو صاحة يعني هم بيطلعوا من جوه يعني المقولة بتاعها تجيب من جوه هم بيجيبوا من جوه حقيقة ما قاعدين يدوننا من السطح يعني أنا مندهش جدا لما أشوف شباب في هذا العمر ومدى عمق الفكرة اللي هم يعبروا عنها ببساطة بتعارير بسيطة يعني لو أخذتها من حيث التراكيب واللقى والمفردات ولقى أحيانا عامية لقى محكية لقى يتحدث بها الناس حتى في قاعة المدينة تخرج إلى أن تصبح معبرة تحمل محمولات عميقة جدا كرندوك مثلا وتعبر بقوة عن الفكرة ولا تستطيع أن تجد تعبير أقوى من ذلك يعني أنا بفتكر أنه فعلا نحن التجربة دي تجربة جديرة بالبحث والدراسة والاهتمام مش على مستوى السودان يعني التجربة السودانية التجربة 19 ديسمبر أنا بفتكر أنها تجربة تستحق الوقوف عليها أنا ما أقول لش ثورة دي حتى إن كان تقدم لينا نموذج تجاوز الثورة الفرنسية ليس الادعاء يعني وأعتقد أنها لأنها واجهت واقع شرس جدا يعني ليس سمت ما يواسم وأنت تواجه نظام مؤدل تواجه نظام عقائدي تواجه نظام سعى لأن يحشر الناس في قوالب وضعه وقاوم الناس بصور يعني لا تستطيع فيها انتهاء لكرامة الإنسان الحرية قيمة تعلو من هذا الوجش يعني يعني متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارة هؤلاء الناس فعلوا نقيضة الدين إذا كانت الدين هو يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال بعسته ليوتم من مكانه والأخلاق يبقى القيام والأخلاق هي أصل الدين إذا أنت بتعمل في شيء نقيب لهذه المنظومة القيمية والأخلاقية اللي هي بتمثل جواهر الدين حقيقة أنا أفتكر إنه إذا بتعمل عمر البشير أكبر جناية ارتكاب ارتكاب في حق الجيش اللي يلده أنا أفتكر إنه الحركة الإسلامية السودانية ارتكبت أكبر جناية في حق الإسلام نفسه كدين المشكلة دي كبيرة مشكلة مشربكة مشكلة معقدة أنا بأعتقد إنه الجيل ده حاليا جيل مواجه بتركة مثقلة جدا ويعني لكن الأمل كبير جدا بالإصرار والعزيمة والإرادة القوية اللي يكبرت عبال جيل السودان الشاب أنا أفتكر إنه ممكن نطلع نطلع من الحفرة اللي قعدنا فيها اللي تتكلم عنها الأستاذ محمد الأستاذ ابراهيم الشيخ الحلقة الجهننية تكثر هذه المرة أنا أمل كبير جدا في أنه لن تعود الدورات الخليصة للحكم الذي فيه عودة على كل ما نسهب في اتجاه الديمقراطية وبسطة حريات وهكذا نعود القهقرة إلى نظام عسكري وتوسل بالآلة العسكرية لخدمة أجندة وأهداف ومشروعات سياسية زائفة ونعود تارة أخرى إلى الثورات أنا أعتقد أنه هذا الأمر سيضح خط فاصل بمرحلة في تاريخ السودان 63 سنة منذ الاستغلال الجماعة لها إن شاء الله نصها 30 سنة زاقوا الشعب السوداني لأمرين حقا والدولة نموذج لا يخطر على بال أحد بالتالي مقاومته الآن أيضا لا تخطر على بال أحد المقاومة المتشرة أستطيع أن نرى للتجربة تجربة الناس لا مكتفين بأنه بدل لي عسكري بعسكري أو بدل لي حاكم بحاكم أو بدل لي عسكري بمدني حتى المدني لو ما أدرك عمق المطلوبات أنا أفتكر أنه برضو سيكون بعيد من روح الثورة روح الثورة دائرة تغيير حاسم يضح حد نهائي لكافة الأسباب التي تعيد إنتاج المشاكل العانى منها الشعب السوداني ما بين أكتوبر وأبريل يجب أن يفهم هذا الأمر بهذه الكيفية نعم جميل حتى يتسلسل النقاش في هذا المحور تحديدا بعد الفاصل نناقش معي ضيوفنا الكرام ما هو المستفاد من دروس الثورات السابقة حتى لا نعود مرة أخرى ونبكي على اللبن المسكوب قبل الفاصل أيضا نذهب ونتابع عدد من الإفادات من الموظفين وأيضا من مدير فرع الخرطوم لبنك السودان وبالطبع بنك السودان كان قد ضرب مثالا كبيرا ومشرفا في إنجاح الإضراب الذي أعلن عنه في اليومين الماضي نتابع السودان 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 والصورة حيار الشعب ما باقول لكم نحنا بعيدين منكم لا نحنا هاكون قدامكم هاكون عايليكم هاكون عاشي مالكم انتو تفعتوا تمام غالي انتو تفعتوا تمام غالي ونحنا هو عاشين بالزمن الضايع باك العمورنا تبنتيكم ليهو مهما كان مهما كانت بايز؟ قدال اقولوا انكم كورتكم لازم تحرزوها ها؟ لازم تحرزوها ما تكتفوا بأنه بمنا يقولون مجلسياجة مجاني ونفك في تخيامنا دي ونمشي نبعث بقيودنا لا 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 حاكونوا حاكونوا ارتكبتوا ارتكبتوا نشط الخطأ الاركتبناه لنا بخمسة وثمانين بخمسة وثمانين لكن ليس من حقك يا ادارة رؤية لأي بانك او مؤسسة او وزارة بانك تنقل موظف من مكان مجلس عسوفي او تماثي معه اي نوع من الوعي تهديد والوعي وكذا بل انا ما بنكبله كل كل ما بنكبله اي موظف او موظفة اي موظفة او موظفة يتعرض للتهديد او يتعرض للوعي في وزارة او في مؤسسة او في بانك من البلوك حاياك نفس حاياك نفس حاياك المراجعة والعيش البنك لده اليوم او المؤسسة او الوزارة ويجعلنا صعبينها الهدامة لغاية من موظفة يأخذ حقوق انا امسل مدير ادارة الخزينة من بلد السلاسة الاخرقون خزينة المركزية هي ادارة مفضة لحالة تدفع لدارة العمليات المطلقية نحن امس شوفنا الكلاشات وكل سلاح ما باري الا درشكة تخوش ديوها وهي كانت تحوط البنك ووجه او ارهاب صح ارهاب نحن موظفة ما خايفين بدخول ما خايفين بعالت نور فارغه ستين عاما نحن موظفة ما خايفين ما هدو أربعة طالب سنة وحتفانة المركزين شوفا يغير السورة مومنا نحن نحن موص علينا ضغط كبير جدا جدا نحنا كفرع خزيزي نسطفنا المرتبات بالرغم بانه هنحنا صرفنا يوم الاحد والاثنين من حتى الاقصى يعني ممكن لحد الساعة الخاصة يومين وربعة تقول لقلنا عشان انحنا ما نتكسر في الاضطراب لاننا من تشغلان خلاص اصبح من يتحدث عننا باننا جيزان باننا جهاز امن باننا 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 وقلنا عشان ما نتكسر في الاضطراب ونخسر الناس والله لو هذا عمل امس فانع خطونا وكان اشتغل اضطراب مدرمي وفاست استمر هذا الامر رغم الرجاءات كالبنا العياء ورغم 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 حتى الادار المائي ويزار كبرا جاءنا اخطرنا تحكي طق ونريض عني انا ما بي نمر الكلام ولكن قوليك المصرار ولكن احنا مضرقين نحن مضرقين جينا وزيشاو صلاة محراتنا جزو من الشعب جزو عبسين من الشعب قالوا خلاص بقولوا كده واننا غيرنا المضرق وترى معي اظهام المضرقين اننا مضرقين ما عندنا لدي سواء بلاني ضرر ومجلو وقالت الرجاءات لكن للأسف انا تحدثت مع الغالب التحليل عن عميد العشبون المالية قتلها لو سمحتها عند قباب في الصلاة رجاء او ظروفين اللهم برق اللهم برق اللهم برق نحن المدنيين وهالبين على النعم ولكن النظامين أنا معدي العام حديث معدي العام حديث محرفكم ولكن احترام اللي كاتل بمسر السلطة رسيانى أنا شخصيا تعرضت لتحديث لتعدي لفلي ممكن ساعة قبل انزال لان كانت دمية بشراع دارين القموين وخير كل ونحن لقنا والله كباية السعادة الحمد لله رب الصلاة تعالى ربنا منعنا ممكن تكون قوة نحن رغم كبر ورغم المرض اطلاعا ما قفت ولا حسين أي حيوب تلي أصل يسعى أن تعليماتك مبتد من العين أنا مؤسسة ليه نظم وله دورايح وله إدارة محتزم التعليمات وفوق المؤسسة وفوق إدارتين ريّة في الشعب الفرع لأنوى ناظرين لازلتم تتابعون شعر القيادة مرحبا بكم من جديد واصل معك أستاذ محمد المهدي حسن القيادة في حزب الأمة أستاذ المهدي إذا بدأنا نقاش في محور الدروس المستفادة من الثورات السودانية المتعة لنسأل بداية أيهم أسبق في الذهنية السودانية الحرية أم الأمن والخبز إذا وضعنا هذين الشيئين في خانة واحدة هل هذا الجدال قادر أيضا على إضاعة ثورة ديسمبر هذا الجدال شهدناه في ثورات سابقة وهذا الجدال شهدته كل العواصم العربية وربما الدول العربية التي شهدت ربيعا عربيا من وضع هذه الموازنة الحرية أم الأمن والخبز الحقيقة أنا أريد أن أعلق على الفيديو التي تكلم فيه الأخوان من بنك السودان بنك السودان مربوط بآخر سؤال للأخوين عن موضوع الحرية حرية الإضراب الحرية أن تضرب على العمل يعني أنا مبارح شفت اعتداءات على ناس مارسوا حق من حقوقنا السلمين من حقوقهم الأساسية الإضراب على العمل ده حق يعني الحصل المطالبات بتاعة الإخوة الهسعدين لبعض قادة الحركة الحركات زي الأستاذ ياسر عرمان اللي كان موسى الخرطوم قبل كم يوم وقالوا له لا لازم تغادر ده حق من حقوقه يعني شفت موضوع الحرية ده حياته زيحة تتكوانيتو رأس منها دي حيجي أي زول يدوك فيها ويرجع يعني إذا كان البشير بكل أجهزته دي يدق فيها ورجع يعني أنا ما عارف قلبي يفكر تاني يمشي بنفس الداري بدونه يعني لكن طبعا يعني اتخابة طلبه وغوانيس الوحدة يعني لو فوتنا الموضوع بتاع الاعتداء على المضربين ده السورة دي ممكن تتراجع لو فوتنا موضوع الاعتداء على المضربين ده غلط كبير والذي يجب لازم ينتهم اتخاذ اجراءات قانونية ضد الذين اعتدوا على المضربين مبارح دي أصلا لا يمكن نتكلم فيها وما هو مفروض نتفاهم فيها وما هو مفروض نتراجع عنه ومفروض نختلف فيها ولا نتناقص فيها ما هو مفروض يكون اجراء تقوم به المؤسسات العدلية والقانونية إذا كانت حكومية أو غير حكومية طوالي ضد الناس اللي اعتدوا على المضربين المبارح لأنه ده اعتداء على الحريات ده اعتداء على حق أساسي في الحريات وعودة إلى سؤالك ما هو هل يمكن أن ندخل في النقاش بتاع خبز خبز أمن ما حصل السورات في السودان دخلت في الموضوع عموما يعني وإذا كانت هذه من أكبر السورات السورانية لا نطور النقاش الذي تثيره الأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية التي تخير الناس هذا ما أقصده ما هو النظام بتاع الانقاذ ده النظام بتاع الانقاذ ده قال للناس كده قال للناس والله أنا صحيح ما أعرف حريات لكن أنا عندي لكم الخبز وعندي لكم الأمن جاءت لحظة من اللحظات غياب الحرية تسبب في غياب الخبز وغياب الحرية تسبب في غياب الأمن الفصل بين التلاتة دين ما صحيح أصلا الفصل بين أنه والله أنت ممكن تحقظ في دول كثيرة جدا حولنا هذا في دول كثيرة ما فيها حريات فيها مشكلة بتاعة خبز وفيها مشكلة بتاعة أمن سبب ذلك غياب الحرية سواء بالأساس غياب الحرية فيه ناس بيفتكروا أنه لا الحرية هي الممكن تجيب غياب الأمن الحرية هي الممكن تجيب استقرار الأمن والحرية هي الممكن تجيب استقرار الخبز هذا ما صحيح الحرية استبداد والاستبداد بقلن الخيارات بتحت الحياة في الدنيا بقلن خياراتك بتحت الحياة فالفصل بين الحرية والأمن والخبز ده ما صحيح يعني تعرف ده زي شنو زي الناس اللي كانوا بقولوا لينا لو قمت بثورة هيحصل لكم زي الحصل للغزافة وحيحصل لكم زي الحصل في سوريا وحيحصل لكم زي الحصل فيها طبعا أنا أقول ليك جميل أقول ليك الحصل في ليبيا وفي سوريا لأنه الناس يتأخروا في مقاومة الشمولية مش لأنه الناس شالوا الشمولية كل ما تتأخر في في إزالة الأنظمة الشمولية كل ما حيكون التمن أكبر شوية هس شوف الوحلة نحنا وحلانين فيها دي ما لأنه نحنا تأخرنا 30 سنة نشوف هاش عندنا نوحلة كده يومي عمين إن شاء الله نمرك منا لكن عندنا وحلة لأنه تأخرنا مش لأنه نحنا شلنا الشمولية هيطلعوا ناس بالحرية فاتحة وحيطلعوا ناس كتار يقولوا حلال فلان يعني كان قاصدين جد جد وإلا كان مدفوع له عشان يقولوا كده لكن لا يمكن أن تفصل بين الحرية وبين الخبز وبين الأمن والنقاش ده صعب إنه يطلع في السودان لأنه الثورات دي عموما ما دخلنا في النقاشات دي نحنا وبعدين هس في الثورة بتاعة ديسمبر الأخيرة دي توفر فجأة كده توفر الخبز والوقود فجأة كده توفر الخبز والوقود لكن الثورة تواصلت حتى وصلت إلى محطتها التي تريدها طيب أستاذ إبراهيم الشيخ أعود إليك بسؤال آخر هل تشعر بحالة الرعب لدى ثوار ديسمبر 2018 مما وصلت إليه ثورتي أكتوبر وأبريل يدفعهم هذا الشعور بالرعب لعدم التفاوض أو النقاش حول أي طريق قد يؤدي إلى السوناريوهات سابقة هذا الشيء يرفع سقف التفاوض حتى لا نعود إلى نقطة الصفر هذا السقف المرتفع ربما مرفوض من طرف آخر فجلوا فهمت السؤال بتاعك كويس الآن ارتفع سقف المطالب لو جوند السكفي مرتفع كده جاي من وين ما جاي من أزمة السقة اللي قائمة ما بين القوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري في البداية لو انت بردك متابع بشكل دقيق تلقى التفاوض كان سلس وحقك أهداف سريع جدا على المطالب بتاعة الحرية والتغيير المجلس العسكري يعني تناغم معه وتجاوب معها إيجابا تم الاعتراف بغوى الحرية والتغيير كجسم شرعي معبر على الثورة الاعتراف دم يوم جدا تم منح كامل تشكيل مجلس الوزراء ومنح 67% من المجلس التشريعي لما جينا للمجلس السيادة حصل النزاع في الفترة بتاعة النزاع دي والتعليق التفاوض جرت مياه كثيرة تحت الجسر رشحت سلوكيات كثيرة جدا ضارة بالثورة وفيها تحييزات واضحة من المجلس العسكري تجاه سياسات النظام القديم زي العودة النقابات النقابات مثلا زي تجميع الأعزاب الموالية للنظام أحزاب الموالاة وأحزاب الحوار الوطني اللي احتشدت في القاعة تعد صداقة مرتين السماح للثورة المضابة إنها تحتشد في شارع الغصر وترفع الرايات الإسلامية وتتحدث عن الشريعة وعن الدين وفي مع العلم الصراع أصلا في يوم من الأيام ما كان صراع ديني يعني التصريحات برضو الرشحت هنا وهنا من قيادات في المجلس العسكري وما كانت مطمنة الإيحاء وكأنك أنت ما راضي عن ما تم التوصل له الكلام ده كله كان لازم يكون عنده برضو يعني رد فعل يساويه رد الفعل يساويه إنك أنت عايز تأمن القرار بتاعك اللي يتمنى لك أنك أنت الحكومة دي ما يكون في فيتو من المجلس العسكري ولا في فيتو من القوانين اللي ممكن يصدر المجلس التشريعي وقوانين كتير جدا نحن مطلعين نعدل ونغيرها لو القرار بيقى في يد المجلس العسكري من شأن هذه القوانين اللي ترى النور أبدا يعني ممكن يحصل فيتو إلا إذا تم تحصيم برضو القرارات كلها بخطوات برضو وبإجراءات تمنع إنه التغول بتاع المجلس العسكري مستقبلا بما يحول إنه المساعدة كلها يعني تتعطل ومقاصة السورة الكلية ما تتحقق بالتالي المطالب بتاعة الشارع السوداني واللي في النهاية برضو خليك من المجلس السيادة وخليك من كلام ده كله المطلب الرئيسي هو الدولة المدنية والدولة المدنية دي أنا برضو شايفة الناس قاعدين يختزدوها في الوجه العسكري وكده لكن أنا أتكلم إنه نحن ذاتنا محتاجين برضو الآن يعني نقعد مفهومة دولة المدنية ده عشان يكون واضح برضو في الزهنائي دول أنا أتكلم إنه إحنا قاعدنا نتكلم عن دولة دولة حقوق دولة مواطنة كويس الدولة فيها السلام دي نفسها القضايا اللي عايزة المواطن عشان تكفي له برضو حياة حرة وكريمة وتخليه مرفوعة للراس الحريات العدالة هذه الدولة المدنية هم ماسي بصوروا يعني الصراع مرات قاعد ينحي ومنح كأنه والله يا أخي الواجهة العسكري دي هي الدولة المدنية كويس وارد الآن نحن نكون عندنا دولة مدنية وإذا ماشينا في قلنا والله يا أخي خلاص ممكن يكون في تداول السلطة مرة يكون مدني مرة يكون عسكري المعادلات الممكن تطرح والناس يتعاطوا معاها إيجابا كده أنا أفكر أنه القضايا الأساسية نحن نثبت الحقوق المدنية الحقوق المدنية التي تصل لك الدولة بالمصر المدني والعساكر نفس يكون حلاقناعة أنه الدولة دي لازم تبقى مدنية لا فيها استبداد لا فيها تهديد لا فيها حرب لا فيها قوة عسكرية باطشة لا فيها تهديد أنه كنت والله يا أخي لو أنا أضربت تقول لي أمشي بيتكم ولا أمشي أطلع بر المكتب الدولة دولة كل السودانيين هل ملامح هذه الدولة قبل أن ننتقل إلى الثاني هل ملامح هذه الدولة أستاذ إبراهيم تترجم أبرز المخاوف لدى السودانيين حتى الآن التي من الممكن أن تتسبب في إضاعة الثورة اللي لم تتحقق أنا أفتكر أنه العزيمة والإصرار والتصميم الكبير الموجود الآن في الشارع السوداني وعند الشعب السوداني إن كان في شارع الغيادة أو في الخارج ما ورد أنه تحصل انتكاسة أو تحصل ردة أو حتى النظام العسكري يعني يقوم يتراجع عن المكاسب اللي حققته والحرية والتغيير من خلال التفاوض معه يعني ما وارد ما في مخاوض التأمين ده كله جاي من عزيمة الله الشعب السوداني من إصراره من حجم الاحتشاد هذا الضخم جدا الداعم للثورة وشفت في الإضراب بتاع الثلاثة والأربعان اللي هو سب انتهي الليلة الساعة 12 من الليلة أو انتهى قبل شوية شفت حجم المشاركة الشعبية والإصرار يعني شوف السينت قدمت هنا التغرير بتاع بنك السودان الكمية السودانية يضامن حتى مع بنك السودان ما كمية بسيطة شركات ومؤسسات ما كان في الباله ولا في الخاطر إنها تبقى ضمن الحراك ده الآن انتظمت في هذا الحراك بما يعني أنه كل حتى بعض ستنة النظام القديم الآن ندركه إنه الخيار بتاع الحرية والدولة المدنية ده هو الخيار الأفضل بالتالي ما في جهة الآن عندها استعداد تراهن على عسكر والنظام القديم ولا مجموعة إسلاميين دايرين إذا قللوا العيوم ببعض الشعارات إسلامية سبت فشلوا وسبت إنهم نفسهم ما كانوا جادين فيها طوال لتلاتين سنة بالتالي أنا أفتكر الآن ما في أصلا يعني أقوى من شعار الدولة المدنية ونزوع كلها للسودان نحو الهدف ده لو أنت سمشيت ده الشعار الموجود في شريحة حتى عرية سلام وعدالة اللي كان في يوم اليوم السورة خير الشعب الآن الدولة المدنية برضو مدنية خيار الشعب أيوة مدنية مدنية خيار الشعب ده الغناء وده الغتاف ودي رغبة أهل السودان الجارفة اللي ما في جهة الآن قادرة تقيف فيه جدامه هذا أو الطوفان ما في خيار ما في أي خيار ولا بديل ولا مساوى ما نفتكر إنه ولا مهادنة في مدنية الدولة بمفهوم الدولة المدنية الكامل دولة الحقوق ودولة المواطنة ده الشيء العزل ودولة السلام ودولة العدالة جميل جدا أستاذ الجميل في عجالة نحن نمضي خلاص يعني إلى ختم هذه الحلقة ما هي أبرز مخاوف السودانيين الآن المعتصمين الثوار الكل يترقب ينتظر الخطوة المقبلة ما هي أبرز المخاوف أنا في تقديري في مشاكل الآن يعني قابلة لأنها تحدث كثير من التطور في المشهد التطور السلبي في المشهد يعني أنا من الملاحظات الأساسية ألاحظ أن المجلس العسكرية يعني لا يبتلك رؤية واضحة لكيفية الخروج من المأذق الذي هو فيه الآن وواضح أن المجلس العسكرية ليس على قلب رجل واحد وهناك حالة فرز مستمرة مع الحراك والمتغيرات الجارية في المحيط حول الأحداث الجارية الآن تجد في كل يوم هناك شخص قدم استقاله هناك شخص حصل تقاطع في الرؤى بينه بين رصفاء والآخرين في المجلس العسكري ده بيكشف عن أنه يعني صاح ناس جماعتهم ظروف قدروا لحظة معينة كانوا مع بعض وفق التلاطب والوظيف والهيكل للمؤسسة العسكرية يقولون نفسهم مجلس عسكري لكن بدأ باستمرار حالة دي دي حالة موقلقة ومزعجة يعني ممكن تسير برضو يلا تكون عامل من العوامل السلبية اللي تخلق للناس مشاكل المجلس ده فيه مشكلتين فيه شبهتين غريبات ومتنقضة الشبهة الأولى أنه انتداد للنظام الإنقاس أصلا ونظام الإسلامي وشبهة تانية أنه هو جزء من لعبة المحاورة الإقليمية يعني أصلا هو أنتج بالكيفية والاثنين بتقاطعوا مع بعض إذا المحور نحن بيتكلم عنه الأمارات السعودي وضد الإسلام السياسي الملمحة الأول بتاعينه هو جزء من الإنقاذ والإنقاذ طبعا يناقض الفكرة أصدر فحوله كثير من المشاكل والغيوم التي تلف حالة المجلس وأنا والله أفتكر أنه يعني صورته بدأت فيها كثير من الاضطراب يعني أسنة يتكلم عن والحرية والتغيير وعن تباينات وعن اختلافات لكن أنا أفتكر الأزمة الأكبر في الجهة المسلحة المهروض هي منوط بها تقوم بواجب الأمن وحماية السلطة إذا بين تقاطعات وبين مشكلات وعندها أكثر من لسان وعندها خطاب شمس الدين الكباشي وعندها خطاب ياسر العطا وعندها خطاب حميدتي وعندها عدة ألسنة الآن تتحدث بها هذه مشكلة مزعجة أنا بسبب قلق أنا أتكر في المرحلة الجاية جميل أستاذ محمد المهدي أخيرا ما هي أبرز مخاوف السودانيين على ثورة في هذه المرحلة كيف السودانيين أخذوا الحرية الإنقاذ أخرجت أسوأ ما فيهم الثورة هسا أخرجت أفضل ما فيهم فيه إبداع كثير جدا وفيها أفكار خلاقة جدا في إدارة الميدان السودانيين لا خايفين هسا من أنهم ما يقدروا يعيدوا بناء بلادهم نعم ما خايفين من ألقصتهم الأسوميين عندهم تخوف إن النظام القديم يحاول العودة مرة أخرى ويعطل مسيرتهم منحو تحقيق أحلامهم يعني أنا ده ما أرة tearing هي لمستها كده من الكلام مع الناس لكن المدهج بالنسبة لأن الناس ما كانوا يعني لنا على حسب ما التمست يعني الناس ما خايفين من أنهم ما يقدروا يحققوا أحلامهم ما خايفين من أنهم ما يقدروا يحققوا أهداف السورة ما خايفين من إنه صورة تتسرك كان في الأولى الناس بيقول لنا الصورة حتى تتسرك كنا بيقول لهم صورة قاعدة في الشارع وجات من الشارع ما بزول بيقدر يسرير يعني فالناس ما خايفين يعني أنا حاجة لنا لاحظتها وده حاجة مبيجة مفرحة حاجة عظيمة يعني إنه الشعب السوداني عارف نفسه قادر يحقق أهداف عادة بناء بلده دي يعني وأهداف صورته دي وما عنده خوف من إنه الصورة تفشل أو الخبز والحرية يبقوا خبز والأمن بقصاد الحرية ولكن عندهم في مخاوف لدى بعض منهم لدى قطاع من محاولات إعادة النظام القديم لنفسه لأنهم عارفين إنه ده بيعطل الحياة بيعطل المسيرة نحو تحقيق أهدافهم شكرا جزيلا لك أستاذ محمد المهدي حسن القيادة بحزب الأمة محمد حسن المهدي شكرا جزيلا لك عفوا على الخطأ شكرا أيضا للأستاذ إبراهيم الشيخ القيادة بحزب المؤتمر السوداني والرئيس السابق للحزب شكرا جزيلا لك وشكرا أيضا للأستاذ الجميل الفاضل الكاتب الصحفي والمحلي الأسياسي شكرا لكم جميعا على الحضور وعلى الإفادات شكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام على طيب المتابعتكم لهذه الحلقة من شارع القيادة يبقوا دائما متابعين لبرامدنا في سودانية 24 يمكنكم متابعة هذه الحلقة على قناتنا على يوتيوب سودانية 24 تيفي كما يمكنكم التواصل معنا أدعو أرأيكم وتعليقاتكم عبر منصات التواصل الامتماعي التي تظهر أسفل الشاشة هذه تحياتي وتحيات فريق العمل المقرونة بتحيات زميلة عفافسر التي رفقتني مشكورة في لغة الإشارة موسيقى 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 نقرد في سناديناك عصافيرا مجرحة بسكاكينك موسيقى بس اجينك نغني ونحن في ازرق نغني ونحن في ازرق وترجف انت في قصرك تماواتك تخاخينا مساجينا 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 تغرق في دنازينا تغرق في دنازينا عصابير مجرحة في سكاتينا مساجينا 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 مساجينا